مرحبا بكم مشاهدينا من جديد محصول العنب بيعد تاني محصول بعد الموالح في مصر من حيث المساحة ويعتبر ايضا من اهم المحاصيل التصديرية اللي بيتم تصديرها للخارج لبعض الدول الاوروبية وايضا بعض الدول العربية وفي الواقع في السنوات الاخيرة محصول العنب شهد طفرة كبيرة جدا من حيث المساحات المنزرعة كمية الانتاج وايضا كمية الانتاج اللي بيتم تصديرها للخارج وما فيش شك ان العنب من اجمل الفاكهة المحببة جدا لدى الكبار والصغار والنهاردة حابين نتكلم بشكل موسع حول كيفية النهوض بمحصول هام جدا مثل محصول العنب هيكون في هذه الفقرة اللي بيشرفني وبينورني اكيد هو دكتور غبريال فرق غبريال رئيس بحوث العنب بمعهد بحوث البستي دكتور برحب بحيك فاندب اهلا بيك اهلا بيك دكتور طبعا دكتور يعني محصول العنب من المحاصيل الهمة جدا في مصر ودائما بنقول ان المحاصيل التصديرية بتعتبر هي المحاصيل يعني التوب كده زي ما بيتقال فخلينا اسأل حيك الاول عن الاهمية الاقتصادية لهذا المحصول عايزين نبزة من حضرتك عن الاهمية الاقتصادية للعنب هو المحصول العنب يعتبر المحصول الاول على مستوى العالم والمحصول التاني في مصر بعد الموالح طبعا هو المحصول الاول على مستوى العالم ليه لان المساحة الكبيرة جدا منه مزروعة بهدف عنب النبيت هم بيشربوه عشان البرد اللي عندهم احنا هنا طبعا اهتمامنا كله بعنب المائدة اه مساحة العنب في مصر كانت يعني زمان كانت في حدود زمان من عشرين تلاتين سنة كانت في حدود مثلا خمسة وتمانين الف فدان النهاردة وصلت حوالي متين الف فدان المسمر منها في حدود مية خمسة بان الف فدان الانتاج بتاعنا بيصل حوالي مليون وستمائة الف طن احنا التصدير بتاعنا الحقيقة نفسنا نوصل لخمسمائة الف طن احنا مش اقل من شيلي اللي ابتدوا وبيصدروا طبعا شيلي في نص الكرة الجنوبي غيرنا خالص يعني هم عندهم دلوقتي احنا عندنا شيتهم عندهم صيف احنا المفروض يكون عندنا تصدير نتمنى ان احنا نوصل مثلا ربعمائة الف وخمسمائة الف طن طبعا كان عندنا صنفين اللي هو طومسون سيدس اللي هو بيقولوا عليه التجاوزا البناتي وده كلمة درجة واللي هنا بالرومي الاحمر اللي هو بيطلع في اخر الموسم دي من اكتر دكتور الاصناف المتدولة عندنا هنا في مصر ايوة الا ان انا قلت الكلام ده مرة قبل كده من خلال مشروع مصر كاليفورنيا لتطور النظم الزراعية وكان في فترة مكان معالي النائب الدكتور يوسف والي كان متولي الانتاج الزراعية في مصر وزارة الزراعية الحقيقة دخل مجموعة اصناف في انواع مختلفة من الفكهة وانا بقول مجموعة اصناف يعني العنب بنقول اصناف داخل النوع داخل العنب داخل في التفاح برضو متساخدة الاوراق حاجة تانية وغلافه احنا دخلنا حوالي 23 صنف عنب مائدة غير عنب اصول وغير كم صنف نبيت ده راحوا شركة جاناكليس العنب المائدة الحقيقة دخل مجموعة اصناف كبيرة كان الهدف منها توسيع الفترة بتاعة تواجد العنب في السوق والتصدير كان عندنا اصناف مبكرة زي الفليم اصناف متأخرة قوي زي الكينج روبي اللي هو الروبي سيدلس بس تجوزا مرادف للاسم يعني ودخل طبعا اصناف كتيرة قوي بقولي ساتك حوالي 24 صنف عنب كالماريا ومش كالماريا وخلافه وكل دي الاصناف اللي ثبت وجوده فعلا فيها الفليم لانه خصوبته عالية جدا ولكن جروبه خصوبته اعلى من الفليم كمان بس هو صنف متأخر قوي بعد كده بعد كده دخل صنف السوبيريور والإيرليو سوبيريور الإيرليو سوبيريور لم ينجح لسبب لان فيه شهود بيريس عالية اللي هي الحبات الصغيرة السوبيريور نجح في فترة وكان باوروبا كلها كانت بتاخده زي ألمانيا وانجلترا والجزء الشمالي اللي هو هولندا والحيتة دي ده سوبيريور الإيرليو سوبيريور اختفى طبعا لان بقولي يا حضرك كان فيه مشكلة بعد كده داخل صنف الإيرليو سويت الإيرليو سويت ده عليه روياليتي روياليتي بمعنة مش كل واحد يقدر يصدره فهو كان فيه خمس شركات مسموح لها بالتصدير احنا كجاه حكومية ما عندناش احنا عندنا الصنف اه انما مش من حقنا ان احنا نصدر طب ليه دكتور بقى ده عليه حق ملكية فكرية المربي وده المشكلة دي هتقابل او قابلت خلاص الناس كلها فيه الخضار بالذات الخضار بالذات كل واحد بيطلع صنف بيبقى اسم البلد بيحتكر تصديق ايوه بيبقى عليه يعني حضرتك هتصدري مثلا كذا كذا الف طن ياخدوا لهم نسبة من المبلغ ده للشركة اللي طلعته وده كان السوبيريور برضو كان عليه حق ملكية فكرية بس انتشر بقى وابتدى يعني ايه يبقى يبقى قليل شوية بعد كده دخل شركات الحقيقة دخلت مجموعة القارة القارة دي مجموعة كبيرة في منها اصناف بيضة في منها اصناف حمرة في منها اصناف سودة كان الهدف ان احنا ندخل اصناف مبكرة قوي عشان نتصدير ليه بقى لان تصدير مشكلته ان احنا كنا لاخر يونيا ما سمح لنا نصدر اول ما يطلع العنب بتاع السوق الاوروبية المشتركة ياخدوا علينا جمارك عالية جدا اه فاصبح دلوقتي في مشكلة فقالوا نجيب القارة دي على اساس تطلع بدري القارة 11 والقارة 15 وكان في القارة 11 في مشكلة صغيرة اللي ان بعض الناس بيقولوا ان حلوها ان هي بيحصلها براونينج او اللون البوني اول ما تطلع عشان تتحطي تعمل لها بري كولينج عشان قبل ما تروح الباكينج هاوس قبل ما تروح اماكن التعبئة وقبل ما تدخل تلاجات كان بيحصلها اللون البوني في بعض الناس قالوا ان هما بايه ابتدوا ينجحوا في ان هما يعالجوا المشكلة دي احنا الحقيقة ما عندناش مجموعة القارة في المعهد الا ان في زملة كتير من الباحثين بيشتغلوا بحوث لتقييم هزي الاصناف تحت ظروفنا المحلية في المزرع المزروعة فيها جميل في قارة 28 ده صنف احمر وده متأخر انا اتمنى اتمنى ان يبقى في صنف عينب ابيض متأخر لا بزري ليه؟ لان كل الاصناف الموجودة في مصر المتأخرة كلها حمرة او او ملونة واغلبها بيكون فيها بزور يا دكتور لا ما اقولي سياتيك الروم الأحمر فيه بزور الكنج روبي ما فيهش بزور اتمنى ان فيه صنف اسم الاوتام كينج الاوتام كينج ده لو دخل مصر ده صنف لابزري ابيض متأخر ده يعمل نقلة كبيرة جدا في العنب في اقبال عليه كمان في الخارج لان هما بيفضلوا الحبيبات اللي هي خالية من البزور يعني في أوروبا اه المصريين كده احنا الزوق بتاعنا بيحب قوي الحاجة اللي بزرية لان مش بيأكل بحباية ولا كمان اللي بتكون سهل كده بيأكل بيغرف الجماعة الاوروبيين بيتفتح الحباية وطلع البزر من جواها وياكل بهدوء ويعني يكله ست سبع حبات احنا هنا يعني ربنا ادينه الصحة جميعا طب دكتور لو هنتكلم عن اهمية زراعة العنب بالنسبة بقى للمزارع والفلاح المصري اللي انا قلت لسيادتك قبل كده مرة ان العنب من انجح المحاصيل في الاراضي الجديدة بشرط درجات الحرارة وطبعا مشاكل الطربة ممكن نحلها ان كان فيه ملوحة في الطربة ممكن نحلها تتعالج ممكن نعالج ملوحة الميا دي مشكلة صحيح بيقال ان بتتعالج وبتاع انما انا اعتقد طالما فيه ملوحة في المياه ابدا عن الكلام ده اللي انا بيتحمل لغاية الف جزء في المليون في المياه وحوالي لغاية الف وسبعمائة جزء في المليون في الطربة بس البير لما بيتعامل البير الملوحة بيزيد بعد كده من السحب بتاعه من سحب المياه منه اللي انا عاوز اقوله درجات الحرارة والرطوبة احنا العنب عندنا محتاج رطوبة جوية قد دي من ستين سبعين في المياه لو انخفضت الرطوبة لغاية خمسشار لعشرين في المياه ندخل في مشكلة كبيرة جدا ايه هي ودي مش في العنب بس دي موجودة على مستوى الفاكهة عموما بدليل ايه ان مثلا في القصر انا شفت شجر بس في الجبل شجر زتون اعلى من الستوديو ده وشاير ربع كيلو زتون ليه لان درجات الحرارة ما بتعلى المياسم السائل المياسمي بيجف تسقط حبة اللقاح ما تنبوتش خلاص مش يحصل لا اخصاب ولا عقد طيب في الحالة دي انا بقول ايه بقول طالما درجات الحرارة انسب درجة الحرارة اللي انا بقى ديه من ثمانية وعشرين لغاية في حدود خمسة وثلاثين او اتنين وثلاثين لما بتوصل لغاية اربعة واربعين اربعة واربعين بيحصل حروق في الاوراق خمسة واربعين فما فوق بيحصل توقف لعملية تمسيخ الضوء يعني دكتور نقدر نقول ان لحد ما المناخ في مصر قد يكون ملائم يعني بقدر المستطاع بالنسبة لانتاج العنب مفيش عندنا مشكلة من ناحية درجات الحرارة لغاية لغاية يعني مستوى معين من درجة لغاية بني سويف بعد كده ندخل في مشاكل يعني من بني سويف فما فوق لغاية وفيه ناس زرعين عنب في لقصر وفي قصيوت وخلافة انما بيدخلوا في مشاكل بسبب درجات الحرارة المرتفعة في المناطق دي بيدا وبعدين دلوقتي في مشكلة تانية المناخ متغير فيه يعني النهاردة مثلا النهاردة درجة حرارة 25 بعد كده انا اعتقد انها تنخفض تاني اه يعني موقت البرد هترجعه متاني هترجع تاني اه ما هو يعني المناخ اتغير بشرط ان احنا وبعدين الهنب مكلف جدا اه مكلف مكلف وهو نبات متسلق اه بيحتاج التدعيم طرق التدعيم كتيرة جدا 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 مستلزماته الانتاجية كتيرة ومكلفة دكتور صحيح هقول لي سيداتك حاجة اه اتفاضل العنب بقول لي حضرتك من المحاصيل المربحة بدليل بدليل الفدان يصرف في هدود ان كان اه في القراء الصحراوية اه تحت تصرف الربطاني ان كان اه اه للسوق المحلي بيصرف في هدود تمانية لعشر تلاف جنيه اتنشر الف بكتير بيجيب له 24000 جنيه بيكسب له عشر اتنشر الف جنيه لو متغطي الفدان بيتباع باربعين الف جنيه صحيح بيتكلف بولي استجين عشان يغطي واخد بال حضرتك ودي هندقل فيها دلوقتي في حتة صغيرة قوي في بعض مزارع بتغطي العنب كان طن بولي استجين ده بيغطي بمئة مايكرون بمئة عشرين مايكرون مايكرون اه فهو كان الطن كان في هدود اتنشر الف النهردة الطن بسبعة عشرين الف جنيه طن البلاستيك ده بسبعة عشرين الف جنيه غير العمالة وغير الاسلاك وغير بقى في التغطية بيضطر يشيل النموات اللي في قبة الاوراق بيعمل خف للأوراق عشان فيه رطوبة بيزبط درجات الحرارة ودرجات الرطوبة عشان يقدر يحصل على محصول مجزي هنا بقى هنا بقى حضرك سألت سؤال وانا عاوز ارد عليك تفضل يا دكتور عملية التصدير عملية التصدير لابد ان يكون هناك علاقة جيدة بين المنتج وبين المصدر صحيح لان المصدر بيجي يتحكم في المنتج شوية يقول له لا ده تنزيله السؤال بحل فلازم يكون فيه علاقة جيدة لازم نستحمل هم البلد عشان نجيب عملة صعبة للبلد واحنا عندنا فرصة تصديرية كانت لغاية اخر يونيا خلوها لغاية عشرة يوليا فعندنا فرصة كبيرة عندنا اصناف زي الفليم والإيرلي سويت وعندنا مجموعة القارة اللي قلت ساتك عليها المبكرة دي وعندنا من ضمن الاصناف البرايم دي كنا دكتور اصناف يعني مواصفاتها متابقة للمواصفات المطلوبة في الأسواق الأوروبية والعملية هقول لحضرتك هو الفكرة ايه في الموضوع ده هما انا زورت الباكينجاوس برا كتير بحمد الله طبعا الشغل يعني فهما كانوا فيه كذا طريقة وانا مش هكلم في التعبئة لان لهم ناس متخصصين هو كان عندهم طرق التعبئة يحطوا العنقود في البنت ويخدها الراجل بحالها او يحطوه في كيس الكيس ده مقطع مشرشر او مخرم عشان عملية الكبراتة والكلام ده عشان يحافظ عليها من الاعفاء صحيح او مختلفين وكان فيه طريقة تانية يحطوا يملوا للسندوق ويغطوا في بلاستيك ويغطوا كله او مختلفين بعض المستوريين تنباهوا الحاجة ان ساعات لما بحطوا العنقود كده بتضفرت طلبوا يحطوا العنقود في بنت الراجل المشتري ياخد البنت بحالها او مختلفين وساعات بأسقصه العنقود ويحطوه كقطعة يعني احنا عندنا مثلا مثلا أنسب عدد الحبات في الفليم في حدود من 80 إلى 100 حباية السوبيريور الفليم من 80 إلى 100 التومسون من 80 إلى 120 عشان وزن الحباية لأنه بيبقى عاوز مواصفات معينة إيه هي القطر بتاع الحباية وطول الحباية في حالة الحاجة زي التومسون أو زي السوبيريور طبعاً أنا ما عليش أنت حضرك إن كنت عايزة تسألي تسألي دكتور أنا مش عايزة أقطع كلام حضرتك بس أنا عايزة أنتقل لجزئية مهمة جداً ويمكن كتير من المشاهدين حابين أو منتظرين أن هم يعرفون من حضرتك نتكلم عن دور معك بحس البساتين بالتحديد معك بحس البساتين ودوره من أجل التوسع في زراعة محصول العنب عشان يكون عندنا إنتاجية وفيرة دوره في استنباط أصناف جديدة تكون ذات خصائص جيدة متوافقة أيضاً مع المواصفات المطلوبة العالمية إحنا عندنا المعهد فيه وهدة إنتاج شتلات الفكهة وفيه نشاط للعنب جزئية خاصة بالعنب العنب المعهد بينتج شتلات مطعومة على أصول وطبعاً ما عادش حد بيزرع بالعقلة والكلام ده زي زمانة خلاص بقى آه لأ انتعلم موضوع ده كله بيزرع أصول عشان تتحمل ما بنقولش مقاومة تتحمل الإصابة الأمراض لا الإصابة بتاعني متودة بالذات لأن دي العدو الخفي دي اللي محد شايفها وعلاجها أصبح غالي جداً جداً يعني عشان الأسعار وكده طبعاً فهو إحنا عندنا الواحدة دي بتنتج شتلات زي مواصفات جيدة جداً وناس بتيجي تحجز وأعداد كبيرة يعني والخطاع الخاص كله بتدى يشتغل في إنتاج الشتلات المطعومة ولكن السعر عندنا جزلنا زي الحكومة يعني سعر حاجة فوق الخيال بره بتتباع غالية يعني اعتبر أقل سعر ممكن المزارع يلاقيه ومواصفات جيدة جداً جميل الحاجة التانية المعهد بيقوم بعمل ندوات إرشادية طول السنة في جميع المجالات مش في العنب بس العنب والموالح والمتسقطة الأوراق والنخيل وكله كله بيقوم بالحقيقة فيه نشاط وفيه وكيل معد لشؤون الإرشاد والتدريب وفيه وكيل مركز لشؤون الإرشاد والتدريب طبعاً الحملات دي بتتعامل ولسه كان فيه حاملة موالح الأسبوع اللي فات طبعاً احنا جئين نتكلم في العنب بس فيه كان فيه حاملة موالح الأسبوع اللي فات عاملين برزنتيشن كبير وفريق عمل يعني وكان حاجة جميلة جداً وفيه محاصيل كتيرة جداً المعهد قاين بها وما بيدخرش جهد بس هو فيه مشكلة المزارع المزارع المصري ما بيصدقش إلا لما يشوف بعينه دي مشكلة جامدة جداً يعني لازم يشوف حد قدامه عمل هذا العمل عشان يعمل زيه ممكن يكون المزارع المصري نمطي شوية في طريقة زراعته ما بيحبش إن هو يعني يجازف في استخدام أصناف جديدة ممكن ما تحققلوش الربح اللي هو بيقى منتظره لا هقول لحضرتك حاجة زي ما قلت لسيادتك العنب محصول مربح جداً بس له خطورة جامدة جداً العنب لو جات له إصابة بياد دقيق واحدة خلاص كده انتهى ليه؟ هترش مبيد هيعالج هيوقف الإصابة بس مش هيعالج صحيح مش هيعالج العنود اللي أصيب انتهى خلاص ولذلك هندخل في الموضوع ده لان بتوع الحشرات والأمراض بيزعله مننا أنا برش رش دوري رش دوري وقائي بيجي واحد يقول لي أنا هوفر انت حر تتحمل الرزق بتاعه لو هو وفر وجات لأصابة انتهى الموضوع جميل ملهاش حل يعني إنما زي ما حضرتك قلت هو محصول مربح جداً بس مكلف جداً صحيح وبعدين المزارع العنب يفهم في العنب يفهم في كل الفكهة أنا مش بدافع عنه لا هو دي حقيقة مزارع العنب اللي بيفهم في العنب كويس يفهم في جميع مجالات الفكهة ليه؟ لأن العنب بيحتاج طرق تربية وترق تدعيم مختلفة ندر نقول إنه يا دكتور من أصعب أنواع المحاصيل الفكهة اللي بيحتاج عناية شديدة جداً فبالتالي الخبرة اللي الفلاح أو المزارع بياخدها من خلال زراعة العنب بتفيده في زراعة أي محصول من الفوكين الأخرى بالضبط كده بالضبط احنا عندنا مناطق معروفة يعني مثلاً منطقة المينيا محافظة المينيا مزارعين عينها بنجحين لأنه بيدوا الخبرة للأجيال اللي بعديه محافظة الغربية الده أهلية البهيرة البهيرة اللي قصودوا بيها اللي هو مركز بدر والوض النطرون والمناطق دي دي كلها زي ما قلت لسيادتك هو بس عاوز شغل طول السنة يعني عاوز شغل عايز مجهود كبير مبزول مجهود كبير قوي مجهود كبير وأتمنى أن يكون عرضتوا بعض أصناف العنب آه طبعاً يا دكتور أكيد يعني كل الماتيريال طبعاً حيكوفرتها لنا موجودة معنا لا يعني أتمنى أن يكونوا عرضوها دلوقت لا بتتعرض يعني بنعرضها وحنعرضها تاني يعني وسط كلامنا بتتعرضها على الشاشة طيب خلينا سأحكي عن جزئية هامة أيضاً مشروع المليون ونصف مليون فدان من المشاريع الهامة جداً يعني كلنا عندنا أمل أنه يكون فعلاً مستقبل جديد للزراعة المصرية هل العنب ليه تواجد من بين المحاصيل اللي هيتم زراعاتها وصف هدفها في هذا المشروع الهامة؟ طبعاً طبعاً العنب يعني هقولي حضرتك حاجة محافظة المينيا الطريق الغربي مزروعة فيه مزارع عنب كتير مزروعة قبل حتى المليون ونصف مدان وهو المشروع من ضمن المشروعات من ضمن المساحات اللي هي متاخدة في المليون ونصف مدان منطق السينة فيها مزارع عنب ومزارع عنب كانت ماشية كويس بس طبعاً احنا مروحناش بعد الحاجات الاخيرة دي طبعاً محافظة البحيرة زي ما قلت زادتك مش مقصود بها محافظة البحيرة البحيرة لا مقصود بها منطقة النبرية وود النطرون المناطق اللي تابعة كلها لمحافظة البحيرة لا محصول نجح جداً جداً وكل اللي بتمنى ان بس يبقى المزارع عنده ثقة في المهندس الزراع اللي بروح يوجهه يعني دي اللي بتمنى إنما هو مزارع شاطر هنا بقى فيه نقطة مهمة برامج التسميد برامج التسميد يعني حاجة صنفو زاد كريمسون ده صنفو متأخر الكريمسون احتاجاته من أزوت قليلة جداً لا يزيد عن عشرين واحدة أزوت حاجة زاد تومسون مثلاً يحتاج لو كنت هتعمل بالجبرلين وكده يحتاج في حدود ستين لثمانين واحدة الفليم بدون معاملة جبرلين ياخد له في حدود أربعين خمسين واحدة مع الجبرلين ياخد ستين واحدة وهكذا يعني فيه نقطة مهمة جداً لابد المزارع يرعيها ويرجع لإدارة الزراعية بيجي فيه مزارعين كتير بيجوا عندنا المعهد وده شغلنا ان احنا ندي إرشادات للمزارعين وبيجي ناس كتير وبياخدوا المعلومة وكل حاجة ونقول له جرب يعني بس يعني إنما هو حاجة كويس دكتور يعني حقيقة أنا كان نفسي ان وقت فقرتنا يمتد أكتر من كده ولكن أنا سعيدة جداً موجود حقيقة معانا وسعيدة وبشكرك جداً على معلوماتك القيمة اللي قدمتها لنا النهاردة عن محصول العنب وبالتأكيد كل مزارعين العنب وكل الفلاحين بشكل عام أكيد استفادوا من خبرة شخصية وقاومة زي حضرتك وعليم كبير في هذا المجال أنا بشكر حضرتك جزيلاً دكتور غبريال فرج غبريال رئيس بحوث العنب بمعد بحوث ألبسدين شكراً لك فانتك لانا الشاكر جداً وربنا يوفقكو ويوفقنا جميعاً لخدمة بلدنا دي يا رب نحن عاوزينها تبقى فوق يعني يا رب إن شاء الله بإذن الله شكراً لك فانتك شكراً مشاهدين فاصل قصير جداً بعد الفاصل يكون محضرتكم زميلي محمد تركي وفقرة حوارية جديدة